السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادة الفيزياء للصف التاسع درس السعة الحرارية من صفحة 46 لصفحة 49 من الكتاب للمعلمة ودرسه قبل ما نتحدث عن السعة الحرارية ومفهومها خلينا نذكركم بالحرارة النوعية تعريف الحرارة النوعية كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلو جرام من المادة درجة سلسيوس واحدة وتقاس بوحدة جول لكل كيلو جرام دوت سلسيوس الآن بدنا نيجي لمفهوم السعة الحرارية اللي هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلسيوس واحدة يعني أنا لما بدي أرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلسيوس واحدة بحكي عن سعة حرارية لكن لما بدي أرفع درجة حرارة كيلو جرام واحد من المادة درجة سلسيوس واحدة بحكي عن حرارة نوعية فالمفروض أنه نميز بين السعة الحرارية وبين الحرارة النوعية وهي وحدة قياس السعة الحرارية اللي هي جول لكل سلسيوس بينما الحرارة النوعية جول لكل كيلو جرام دوت سلسيوس هاي الشغلات لازم تميزوها بالنسبة لقانون السعة الحرارية قانون السعة الحرارية اللي هو كتلة الجسم بالحرارة النوعية لمادة الجسم طبعاً بيناتهم عملية ضرب كتلة الجسم يجب أن تكون بوحدة الكيلو جرام وإذا كان عندي بوحدة الجرام يجب أن أحولها لوحدة كيلو جرام عن طريق القسمة على ألف أما بالنسبة للحرارة النوعية لازم تكونوا عارفين أنها بوحدة جول لكل كيلو جرام دوت سلسيوس وهي من الجدول صفحة 46 وذكرنا أنه ليس للحفظ يمكن حساب كمية الحرارة اللي بيكتسبها الجسم أو بيفقدها اعتمادا على سعته الحرارية حيث أنا بدي أعطيكو قانون لكمية الحرارة طبعا هذا القانون نفس هذا القانون في اختلاف بسيط هسا كلنا رح نعرفه بالنسبة لقانون كمية الحرارة اللي هو السعة الحرارية للجسم مضروبة في التغير بدرجة حرارة الجسم طبعا التغير بحكي عن دلتا تغير درجة إذن دلتا دال دلتا دال يعني تغير في درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة البدائية أو دال 2 ناقص دال 1 هاي بالنسبة لتغير في درجة الحرارة طبعا كلنا عرفنا إنه السعة الحرارية من القانون الأعلى اللي هو كتلة الجسم بالحرارة النوعية طيب ممكن بدل ما أحط السعة الحرارية للجسم أحط كتلة الجسم في الحرارة النوعية يعني هذا القانون طبقته مكان السعة الحرارية اللي هي كتلة الجسم بالحرارة النوعية وبنزل ضرب دلتادال أو ضرب التغير في درجة حرارة الجسم الآن ممكن تسألني متى ممكن أستخدم هذا القانون ومتى ممكن أستخدم هذا القانون إذا أعطاني بالسؤال سعة حرارية جاهزة مباشرة باستخدم كمية الحرارة اللي هو القانون الأول كمية الحرارة إذا أعطاني كتلة جسم وعطاني حرارة نوعية وأعطاني تغير في درجة الحرارة مباشرة باستخدم هذا القانون ماشي؟ طبعا هذا القانون هو نفسه هذا القانون بس هون حطت سعة حرارية وهون حطت فيه قانون السعة الحرارية يعني شملت قانونين بقانون تمام طيب كمثال بسيط على السعة الحرارية اللي هو بيحكي لي هذا السؤال ما السعة الحرارية لقطعة حديد كتلتها 5 كيلو جرام علما بأن الحرارة النوعية للحديد 450 جول لكل كيلو جرام دوت سلسيوس ذكرنا أن الحرارة النوعية ليست للحفظ ولازم أعطيك إياها بالسؤال بدك تطلع هون الكتلة بالكيلو جرام إذا بالكيلو جرام خلص مباشرة بطبق إيش بده السعة الحرارية خلص على قانون السعة الحرارية اللي هو كتلة الجسم بالحرارة النوعية الكتلة موجودة عندي بالكيلو جرام بأخذها زي ما هي ما بحولها لأنا أصلا هي بالكيلو جرام فهايها 5 ضرب ال450 هي الحرارة النوعية بدروبهم ببعض بطلع معي 2250 إيش وحدة السعة الحرارية بدك تركزلي على الوحدة اللي هي جول لكل سلسيوس هذا عبارة عن تطبيق مباشر على قانون السعة الحرارية خلينا نشوف هذا المثال المثال بيحكي قطعة ذهبية كتلتها 80 جرام إذن بدنا ننتبه الكتلة هون بالجرام 80 جرام شو بدنا نعمل؟ ودرجة حرارتها 25 سلسيوس أعطاني درجة الحرارة زودت بكمية حرارة مقدارها 28 جول انتبه إن الجول هي وحدة قياس كمية الحرارة إذا علمت أن حانون للذهب اللي هي الحرارة النوعية للذهب 130 جول لكل كيلو جرام دوت سلسيوس احسب أولا السعة الحرارية للقطعة مباشرة السعة الحرارية على القانون اللي هو كتلة الجسم بالحرارة النوعية مباشرة بس قبل ما أبلش لازم أنتبه عندي وحدة الجرام بحولها إلى كيلو جرام فأنا كاتبت لك هون أولا نحول الكتلة من جرام إلى كيلو جرام عن طريق القسمة على ألف عند الكتلة اللي هي 80 جرام كيف ده حولها لكيلو جرام؟ كلكم بتعرفوا بنقسم على ألف صفر مع صفر راحة صار عند الجواب 8 على 100 اللي هي نفسها 8% كيلو جرام إذن صارت جاهزة معي أني أحطها بالقانون بحط قانون السعة الحرارية ودايما تعودنا نحط القانون قبل التطبيق القانون بيحكي كاف في حانون أو الكتلة في الحرارة النوعية تعودنا على الإختصارات كاف اللي هي 8% حرارة النوعية 130 بدي أحط الثمانية بالمية اللي هي بسط على مقام عشان أقدر أختصر فهي 8 على 100 ضرب 130 الصفر راحت مع الصفر بضرب 8 بال13 بتطلع معي 104 على 10 104 على 10 بتطلع 110.4 بما أنها سعة حرارية إيش الوحدة؟ جول لكل سلسيوس تمام؟ هاي بالنسبة لحل الفرع الأول طالب مني بالفرع الثاني اللي هو درجة الحرارة النهائية التي ستصل إليها قطعة الذهب تمام؟ درجة الحرارة النهائية إذن التي ستصل إليها قطعة الذهب إذن هو طالب مني درجة الحرارة النهائية يعني دال 2 معناته اللي كانت عندي بالسؤال 25 سلسيوس شو بدها تكون هاي؟ دال 1 صاح؟ ماشي الحل بروح بحط المعطيات المعطيات كمية الحرارة 208 جول هايها كمية حرارة مقدارها 208 جول حطيناها السعة الحرارية أنا مطلعتها من الفرع السابق هي 10.4 هايها من الفرع السابق ودال 1 أصلا من السؤال 25 سلسيوس ودال 2 مجهولة لأنه طلب مني نهائية فلازم تكون دال 2 هي المجهولة الآن بروح على قانون كمية الحرارة اللي هو السعة الحرارية مش حكيت لكم أنه ممكن أستخدم حسب إيش معطيات السؤال مدام أعطاني سعة حرارية خلص باستخدم هذا القانون ماشي اللي هو السعة الحرارية ضرب أتغير في درجة الحرارة لو أنا بدي أحط مكان السعة الحرارية كاف في الحرارة النوعية ما عندنا مشكلة بس أنا ليش أرد أكتب هذا القانون وأنا أصلا مطبقيته هان خلص طبقته هان بأخذ الجواب مباشرة أسهلي بالحل ماشي يعني بقدر أكتب كاف في حانون في دلتة دال لا كمية الحرارة بس خلص مدام عندي السعة الحرارية أنا مطلعيتها من هذا الفرع خلص بكتب السعة الحرارية في التغير في درجة الحرارة ماشي كمية الحرارة هايها اللي هي 208 سعة الحرارية هايها 10.4 ضرب بحط التغير في درجة الحرارة انسى هسا دال واحد ودال اثنين انسى ليها هسا خلينا نطبق على القانون ولا شي بحط على 10.4 على 10.4 هاي مع هاي راحت طبعا ليش حطيت على لأنه هون في ضرب فعكسها على لأن دخلي دلتة دال لحالها ناتج قسمة 208 على 10.4 اللي هي 20 هاي العشرين ليش حطيت جنبها سلسيوس لأنه هي جواب لدلتة دال يعني درجة حرارة أو تغير في درجة الحرارة حطيت عندها سلسيوس يعني العشرين سلسيوس هاي اللي هي قيمة التغير في درجة الحرارة طب أنا ما بدي التغير في درجة الحرارة إيش طالبة أنا درجة الحرارة النهائية يعني أنا طالبة دال 2 فاهمين علي ماشي طيب هيني حطة ولكن دلتة دال تساوي دال 2 ناقص دال 1 دلتة دال 20 سلسيوس هاي دال 2 مجهولة ودال 1 25 طبق الدال 2 ناقص 25 طب دخلي دال 2 لحالها مسألة رياضيات سهلة جدا زائد 25 زائد 25 20 و 25 بطلع معي 45 بتنزل معي دال 2 إذن درجة الحرارة النهائية أو دال 2 اللي هو طالبها هون بالسؤال بتساوي 45 سلسيوس وصلتها 9 ملاحظة بدك تستعين بقيم الحرارة النوعية لأي سؤال من هذا النوع بصفحة 46 وبذكرك إنها ليست للحفظ أو هذا الجدول مش للحفظ في معك واجب وهو سؤال الملزمة بعنوان السعى الحرارية ماشية تاسع يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر